مرحلة مهمة أو نقلة نوعية كانت لنور الشريف غير فيها مفهوم مسلسلات رمضان وكان المفاجأة الكبيرة أنه كل الناس بالحجم تولي تأثرت بهالشخصية الطريفة المهضومة اللي بالفعل نحنا كنا منتقذها نحنا ما منشجع أنه الرجل يتزوج من أربع نساءه بنفس الوقت ويعيشها الوجعة الرأس كلها بس كانت حقيقة لذيذة دمها خفيف وبنفس الوقت فيها حكمي وبآخر المسلسل اللي عرفنا أنه ياريتك تزوجت وحده وهذا الشيء نصحته فيه لأبنك ومسلسل اللي نعيشها في جلبابي أبي كمان كان فيه رسالة اجتماعية حلوة عائلة العطار والسبع مرأة بنات كمان كان فيه إشياء كثيرة أنك تحكي بناتك بهالطريقة أنك طريق التعاملك مع أولادك بكل هالمسلسلات اللي عبت تطور اجتماعي فعال جداً في كثير ناس اتأثرت فيك ونطرت هالمواقف يمكن لحتى تعرف هي تتصرف بمواقف مشابهة وممثلة بتصير معها ببيته وكل يوم ما شو فيه الحقيقة أنا يعني أنا محظوظ أني يجيلي أعمال كويسة وربعب هل هذا حظ ولا حسن انتقاء كمان ما فيه أنت تذهب إلى الدور اللي هو ايه بس ممكن يكون مش مكتوب يعني فهمني ممكن ما كنش فيه مكتوب السنة دي حاجة كويسة فالممثل محظوظ والمخرج محظوظ أن يبقى أكتر من عمل وراء بعد يمثلوا صدق مهيري ضخمة فأنا محظوظ في هذه الأعمال أنا بني أشوف الحقيقة أن التلفزيون أصبح وسيلة خطيرة هو من البداية وسيلة خطيرة بس دلوقتي أكتر لأن ما بقاش حد يقرأ يعني الهواية القراءة بتنحسر بشكل كبير وما بقاش حد يتوقف حتى أصدت تجاري بالحياة لأنك موساقة زي ما ذكرنا إعلاميا بسرعة شديدة بحيث أنك ما بتلحقيش بتلهسي كل يوم بتكتشف المشكلة جديدة كل يوم بتواجه حاجة جديدة فالذاكرة بقت أضعف على فكرة وأنا أعتقد ده مش بالصدفة برضه يعني هم عايزين زكاة الإنسان تبقى لا يبقى فيها أشياء لعمر طويل لأن دي بتمثل الانتماء بتمثل القوة بمس التمسك بالعادات والتفارية عصر السرعة هيدا من مساوقه كل ده يعني ما بقاش فيه فأنا بشوف إن لو تم بناء العمل الدرامي بشكل بس مش مبالغ فيه ومش إخباري ومش مفتعل إزاي نساعد الناس تعيش حياتها يعني والله والله الجملة اللي انت قلتيها الله يرحمه ألفريد فرج وهو في إنجلترا بتعالج في المستشفى قلت له أستاذ ألفريد نفسي عمل عمل نقول لجمهور العربي إزاي يعيشوا حياتهم من وجهة نظر نحن يعني ممكن الناس تختلف معنا بس أنا نفسي إحنا نعرف نعيش حياتنا إن يوم الأجازة يبقى يوم أجازة نحن نعرف ناخدش أجازة على الأقل عندنا في مصر يجوز هنا في جزء في لبنان بيعيش يوم الأجازة صح لكن إحنا في مصر يوم الأجازة مش أجازة إنسان يقدر ربنا وفقه ينجح يبقى عنده جزء مستر ولا يشبع فيبيح حياته عشان يبقى حصلت فلوس فيخسر صحته ويخسر أسرته ويخسر أولاده فقلت له نفسي نعمل عمل مصرحي يكون فيه دعوة لزي نتعامل مع الحياة بقدر الإمكان تكون متوازنة يعني الإنسان ما يقعش لا في مطب الإغراءات المادية الوحدية ولا في مطب التمتع بالحياة بشكل كامل بلا حرص تلعيش أيامك يعيش أيامك أزمة منتصف العمر الحقيقة ودي نقطة تالية مهمة الحقيقة وحاليا لو تبيعته التلفزيونيات الأمريكية هتلاقي العمود الفقري في معظم المسلسلات أزمة منتصف العمر عند رجال وعند نساء ترجمة نانسي قنقر